خالد عبد الفتاح يمكن طبعا هو أبرز اللاعبين اللي مش هيكون ليه حظ يكون موجود مع الفريق في فترة الإعداد بشكل جيد جدا لأنه كان لسه عامل عملية بعد إصابة الترقوة اللي تعرض لها في الفترة اللي فاتت وبالتالي عنده برنامج تأهيلي والفترة اللي جاية يعني الجهاز الطبي تواصل مع الطبيب اللي أجرى العملية الجراحية لخالد عبد الفتاح والأمور الحمد لله تصير بشكل مناسب وطيب جدا لللاعب وأقدر أقول لكم من دلوقتي أن أول نزول للتدريبات الجماعية لخالد عبد الفتاح هتكون إن شاء الله بإذن الله أول أكتوبر فكرة أن خالد عبد الفتاح هيجيب ثلاث شهور أو أربع شهور الحمد لله الكلام ده يعني طلع مش دقيق قوي ومش صحيح جدا فإن شاء الله بإذن الله خالد هيكون جاهز للتدريبات في أول شهر أكتوبر وده بالتأكيد هيكون يعني فرصة أن يبدأ في شهر عشر تدريبات عشان يدخل بسرعة في جو المباريات لأن مش هيكون متاح في فترة الإعداد مش هيكون متاح في فترة الدور التمهيد الثاني في دوري أبطال إفريقيا عندنا مباراتين خمستاشر وثلاثين تسعة غالباً هتكون مع سن جورج الأسيوبي فكل الفترة دي خالد عبد الفتاح مش هيكون موجود مع النادي الأهل لكن إن شاء الله هيكون جاهز من أول أكتوبر فكرة أن يغيب لغاية حدواشر واثنشر لا الحمد لله طلع هذا الأمر غير وارد تماماً ترجمة نانسي قنقر